حدثنا الوليد بن مسلمين ومحمد بن مصعب القرقساني قال الوليد حدثني الأوزاعي وقال محمد حدثنا الأوزاعي أن الزهري حدثه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه تمار هو والحر بن قيسي بن حصن الفزاري في صاحب موسى عليه السلام الذي سألت سبيلا إلى لقيه فقال ابن عباس هو خضر إذ مر به ماء بي بن كعب فنداه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى عليه السلام الذي سألت سبيلا إلى لقيه فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين موسى عليه السلام السلام في ملأ من بني إسرائيل إذ قام إليه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك قال لا قال فأوحى الله تبارك وتعالى إليه عبدنا خضر فسأل موسى عليه السلام السبيلا إلى لقيه وجعل الله تبارك وتعالى له الحوت آية فقيل له إذا فقدت الحتة فرجع فإنك ستلقاه قال ابن مصعب في حديثه فنازل منزلا فقال موسى عليه السلام لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فعند ذلك فقد الحتة فارتد على أثارهما قصصا فجعل موسى عليه السلام يتبع أثر الحتة في البحر قال فكان من شأنهما مقص الله تبارك وتعالى في كتابه حثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا مصعر عن مصعبي بن شيبة عن أبي حبيبي بن يعلى بن أمية عن ابن عباس قال جاء رجل إلى عمر فقال أكلتنا الضبوع قال مصعر يعني السنة قال فسأله عمر ممن أنت فما زال ينسبه حتى عرفاه فإذا هو موسى فقال عمر لو أن الامرئن واديا أو واديين لا ابتغى إليهما ثالثا فقال ابن عباس ولا يملأ جوف أبن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب فقال عمر لابن عباس ممن سمعت هذا قال من أبي قال فإذا كان بالغداة فاخدوا علي قال فرجع إلى أم الفضل فذكر ذلك لها فقالت وملاك وللكلام عند عمر وخشي ابن عباس أن يكون أبي نسي فقالت أمه أن أبي عسى أن لا يكون نسي فغدا إلى عمر ومعه الدرة فانطلقنا إلى أبي فخرج أبي عليهما وقد توضأ فقال إنه أصابني مذي فغسة ذكري أو فرجي مسعر شك فقال عمر ويجزئ ذلك قال نعم قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال وسأله عما قال ابن عباس فصدقه حثنى أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال جاء رجل إلى عمر يسأله فجعل ينظر إلى رأسه مرة وإلى رجليه أخرى هل يرى عليه من البؤس شيئا ثم قال له عمر كم مالك قال أربعون من الإبل قال ابن عباس فقلت صدق الله ورسوله لو كان لابن آدم وادي أني من ذهبا لا ابتغى الثالث ولا يملأ جوف أبن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب فقال عمر ما هذا فقلت هكذا أقرأنيها أبي قال فمر بنا إليه قال فجاء إلى أبي فقال ما يقول هذا قال أبي هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأثبتها فأثبتها حثنا هشام بن عبد الملك وعفان قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس قال عفان في حديثه حدثنا الأسود بن قيس عن نبيح عن ابن عباس أن أبي قال لعمرة يا أمير المؤمنين أني تلقيت القرآن ممن تلقاه وقال عفان ممن يتلقاه من جبريل عليه السلام وهو رطب حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر حدثنا بشر بن عمر حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن يوسف المكي عن ابن عباس عن أبي قال آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية حثني أبو عثمان عمر بن محمد بن بكير الناقد حدثنا سفيان بن عوينة عن عمر ويعني ابن دينار عن سعيدي بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا الشامية يزعم أو يقول ليس موسى صاحب خضر موسى بن اسرائيل قال كذب نوف عدو الله حدثني أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى صلى الله عليه وسلم قاما في بني اسرائيل خطيبا فقالوا لهم من أعلم الناس قال أنا فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أن لي عبدا أعلم منك قال رب فأرينيه قال قيل تأخذ حوتا فتجعله في مكتل فحيثما فقدته فهو ثم قال فأخذ حوتا فجعله في مكتل وجعله هو وصاحبه يمشيان على الساحل حتى آتيا الصخرة رقد موسى عليه السلام والطرب الحوتة الحوتة في المكتل فوقع في البحر فحبس الله عليه جرية الماء فاضطرب الماء فاستيقظ موسى فقال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقين من سفرنا هذا نصبا ولم يصب أن صباح التجاوز الذي أمره الله تبارك وتعالم به قال فقال أرأيت إذ أوين إلى الصخرة فأني نسيت الحوتة وما أنسنيه إلا الشيطان فارتد على أثارهما قصصا فجعل يقصاني أثارهما واتخذ سبيله في البحر سربا قال أمسك عنه جرية الماء فصار عليه مثل الطاق فكان للحوت سربا وكان لموسى عليه السلام عجبا حتى أنتهى إلى الصخرة فإذا رجل مسجن عليه ثوب فسلم موسى عليه فقال وأن بأرضك السلام قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم أتبعك على أن تعلمني تعلمني مما علمت رجدا قال يا موسى إني على علمين من الله تبارك وتعالى لا تعلمه وأنت على علمين من الله علمكه الله فانطلق يمشيان على الساحل فمرت سفينة فعرفوا الخضر فحمل بغير نول فلم يعجبه ونظر في السفينة فأخذ القدوم يريد أن يكسر منها لوحا فقال حملنا بغير نول وتريد أن تخرقها لتغفرق أهلها قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال إني نسيت وجاء عصفور فنقر في البحر قال الخضر ما ينقص علمي ولا علمك من علم الله تعالى إلا كما ينقص هذا العصفور من هذا البحر فانطلق حتى آتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فرأ غلاما فأخذ رأسه فانتزعه فقال أقتلت نفسا زكية بغير نفس نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال سفيان قال عمر وهذه أشد من الأول قال فانطلق فإذا جدار يريد أن ينقض فأقامه وأران سفيان بيديه فرفع يديه هكذا رفعا فوضع راحتيه فرفعهما ببطن كفيه رفعا فقالا لو شئت لا اتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال ابن عباس كانت الأولى نسيانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو كان صبر حتى يقص علينا من أمره حدثنا عمر الناقد حدثنا سفيان عن عمر وعن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن أبي ابن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني صلى الله عليه وسلم فإذا الجدار يريد أن ينقض فأقامه قال بيده فرفعهما رفعا حدثنا بهز بن أسد حدثني صفيان بن عوينة املاء علي عن عمر وعن سعيد ابن جبير قال قلت لابن عباس قال أبي كاتبته عن بهز وابن عوينة حتى أن نوفا يزعم أن موسى ليس بصاحب الخضر قال فقال كذب عدو الله حدثنا أبي ابن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى عليه السلام خطبا في بني إسرائيل فسو إلى أي ناس أعلم قال أنا فعاطب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه قال بل عبد لي عند مجمع البحرين هو أعلم منك قال أي ربي فكيف لي به قال خذ حوتا فاجعله في مقتل ثم انطلق فحيثما فقدته فقدته فهو ثم فانطلق موسى ومعه فتاه يمشيان حتى أنتهي إلى الصخرة فرقد موسى عليه السلام واضطرب الحوتة في المقتل فخرج فوقع في البحر فأمسك الله عنه جرية الماء مثل الطاق وكان للحوت سببا وقال سفيان فعقد الإبهام والسبابة وفرج بينهما قال فانطلق حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقين من سفرنا هذا نصبا قال ولم يجد أن صبحت تجاوزا حيث أمير قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على أثارهما قصصا يقصان أثارهما قال وكان لموسى أثر الحوتة عجبا وللحوت سببا فذكر الحديث حان أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة تحدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال كنا عنده فقال القوم إن نوفا الشامي يزعم أن الذي ذهب يطلب العلم ليس موسى بن إسرائيل وكان ابن عباس متكيئا فاستا وجالسا فقال كذلك يا سعيد قلت نعم أنا سمعته يقول ذاك فقال ابن عباس كذب نوف حدثني أبي بن كعب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحمة الله علينا وعلى صالح رحمة الله علينا وعلى أخي عاد ثم قال إن موسى عليه السلام بينه ويخطب قومه ذات يومين إذ قال لهم ما في الأرض أحد أعلم مني وأوحى الله تبارك وتعالى إليه أن أن في الأرض من هو أعلم منك وآية ذلك أن تزود حوتا مالحا فإذا فقدته فهو حيث تفقده فتزود حوتا مالحا فانطلقا هو وفتاه حتى إذا بلغ المكان الذي أمروا به فلما انتهوا إلى الصخرة انطلق موسى يطلب ووضع فتاه الحوتة على الصخرة واضطرب فاتخذ سبيله في البحر سربا قال فتاه إذا جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثته فأنساه الشيطان فانطلقا فأصابهم ما يصيب المسافرة من النصب والكلال ولم يكن يصيبه ما يصيب المسافرة من النصب والكلال حتى جاوز ما أمر به فقال موسى لفتاه آتنا غدا لقد لقين من سفرنا هذا نصبا قال له فتاه يا نبي الله أرأيت إذ أوين إلى الصخرة فأني نسيت أن أحدثك وما أنسنيه إلا الشيطان فاتخذ سبيله سبيله في البحر سربا قال ذلك ما كنا نبغي فرجع على أثارهما قصصا يقصان الأثر حتى إذا انتهي إلى الصخرة فأطاف بها فإذا هو مسجن بثوب له فسلم عليه فرفع رأسه فقال له من أنت قال موسى قال من موسى قال موسى بني إسرائيل قال أخبرت أن عندك علما فأردت أن أصحبك قال إنك لن تستطيع معي صبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال قد أمرت أن أفعله قال ستجدني إن شاء الله صابرا قال فإن أتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرج من كان فيها وتخلف ليخرقها قال فقال له موسى تخرقها لتغرق أهلها أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلق حتى إذا آتوا على غلماء يلعبون على ساحل البحر وفيهم غلام ليس في الغلمان غلام أنظف يعني منه فأخذه فقتله فنافر موسى عليه السلام عند ذلك وقال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال فأخذته ذمامة من صاحبه واستحى فقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية لآمن استطعم أهلها وقد أصاب موسى عليه السلام جهد فلم يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال له موسى موسى مما نزل به من الجهد لو شئت لا اتخذت عليه أجرا قال هذا في راق بيني وبينك فأخذ موسى عليه السلام بطرف ثوبه فقال حدثني فقال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فإذا مر عليها فرآها من خريقة تركها ورقعها أهلها بقطعة خشبة فانتفعوا بها وأما الغلام فإنه كان طبع يوم طبع كفرا وكان قد ألقي عليه محبة من أبويه ولو أطاعه لأرهاقهما طبيانا وكفرا فأردنا أن يبدي لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما ووقع أبوه على أمه فعلقت فولدت منه خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلمين يتمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعطه عن أمر ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا حتنا عبد الله بن إبراهيم المروزي قال حدثني هشام بن يوسف في تفسير ابن جريج الذي أملاه عليهم أخبرني يعلى بن مسلمين وعمرو بن دينار عن سعيدي بن جبير يزيد أحدهما على الآخر وغيرهما قال قد سمعت يحدثوه عن سعيدي بن جبير قال إن لعند عبد الله بن عباس في بيته إذ قال سلوني فقلت أبا عباس جعلني الله في داءك بالكوفة رجل قاص يقال له نوف يزعمه أنه ليس موسى بن إسرائيل أما عمر بن دينار فقال كذب عدو الله وأما يعلى بن مسلمين فقال قال ابن عباس حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى رسول الله عليه السلام ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولفى أدركه رجل فقال فقال يا رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك قال لا قال فاعطب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله تبارك وتعالى فأوحى الله إليه إن لي عبدا أعلم منك قال أي ربي وأن قال مجمع البحرين قال أي ربي اجعل على من أعلم ذلك به قال لي عمرون قال حيث يفارقك الحتة وقال يعلى خذ حوطا ميتا حيث ينفخ فيه الروح فأخذ حوطا فجعله في مكتل قال لي فتاه لا أكلفك إلا أن تخبرني حيث يفارقك الحتة قال ما كلفتني كثيرا فذلك قوله تبارك وتعالى إذ قال موسى لفتاه يوشع بن نونة ليست عن سعيدي بن جبير قال فبين هو في ظل صخرة في مكاء ثرياء إذ تضرب الحتة وموسى نائم قال فتاه لا أوقظه حتى حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره وتضرب الحوت حتى دخل البحر فأمسك الله تبارك وتعالى عليه جرية البحر حتى كأن أثره في حجر فقال لي عمر وكأن أثره في حجر وحلق إبهاميه والتين طاليانهما لقد لقين من سفرنا هذا نصبا قال قد قطع الله تبارك وتعالى عنك النصب ليست هذه عن سعيدي بن جبير فأخبره فرجع فوجد خضرا عليه السلام فقال لي عثمان بن أبي سليمان على طنفيسة خضراء على كبيد البحر قال سعيد بن جبير مسجن ثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال هل بأرضك من سلمين من أنت قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال فما شأنك قال جئت لتعلمني لتعلمني مما علمت رجدا قال أما يكفيك أن أنباء التوراة بيدك وأن الوحي يأتيك يا موسى إن لي علما لا ينبغي أن تعلمه وإن لك علما لا ينبغي أن أعلمه فجاء طائر فأخذ بمنقاره فقال والله ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر حتى إذا ركب في السفينة وجد معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى هذا الساحل لعرفوه فقالوا عبد الله الصالح فقلن لي سعيد خضر قال نعم لا يحملونه بأجر فخرقها ودق فيها وتيدا قال موسى أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال قال مجاهد نكرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا وكانت الأولى نسيانا والثانية شرطا والثالثة عمدا قال لا تؤخذني تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فلقي غلاما فقط له قال يعلى بن مسلمين قال سعيد بن جبير وجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كفرا كان ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين قال أقتلت نفسا زكية لم تعمل بالحنث فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام قال يعلى فحسبت أن سعيد قال فمسحه بيده فاستقام قال لو شئت لا اتخذت عليه أجرا قال سعيد أجرا نأكله قال وكان يقرأها وكان وراءهم وكان ابن عباس يقرأها وكان أمامهم ملك يزعمون عن غير سعيد أنه قال هذا الغلام المقتول يزعمون أن أسمه جيسور قال يأخذ كل سفينة غصبا وأراد وأراد إذا مرت به أن يدعها لعيبها فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها بعد منهم من يقولوا سدوها بقارورة ومنهم من يقولوا بالقار وكان أبواه مؤمنين وكان كفرا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فيحملوهما حبه على أن يتابعاه على دينه فأردنا أن يبدي لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمنهما به أرحم منهما بالأول الذي قتله خضر وزعم غير سعيد أنهما قال جارية وأما داود بن أبي عاصمين فقال عن غير واحد إنها جارية وبلغني عن سعيدي بن جبير أنها جارية ووجدته في كتاب أبي عن يحيى بن معي عن هشامي بن يوسف مثله قال حدثني محمد بن يعقوب أبو الهيثم الزبالي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي حدثنا رقبته عن أبي إسحاق عن سعيدي بن جبير عن ابن عباس حدثنا أبي بن كعب قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى عليه السلام في قومي يذكرهم بأيام الله وأيام الله نعمه وبلاؤه إذ قال ما أعلم في الأرض رجلا خيرا مني أو أعلم مني قال فأوحى الله تبارك وتعالى إليه إني أعلم بالخير من هو أوي عند من هو إن في الأرض رجلا هو أعلم منك قال يا ربي فدلني عليه فقيل له تزود حوتا مالحا ففعل ثم خرج فلقي الخضر فكان من أمره ما ما كان حتى كان آخر ذلك مروا بالقرية اللي آم أهلها فطاف فطاف في المجالس فاستطعم فأبوا أن يضيفوهما ثم قص عليه النبأ نبأ السفينة وإنه إنما خارقها ليتجوزها الملك فلا يريدها وأما الغلام فطبيع يوم طبع كفرا كان أبواه عطف عليه فلو أنه أدرك لأرهاقهما طبيانا وكفرا وأما الجدار فكان لغلمين يتمين في المدينة حدثنا أبو الربيع العتكي سليمان بن داود الزهراني حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن رقبة حى وحدثنا عبد الله قال وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا معتمر عن أبيه عن رقبة حى وحدثنا عبد الله قال وحدثني سويد بن سعيد حى وحدثنا عبد الله قال وحدثني محمد بن أحمد بن خالد الوسطي قال حدثنا معتمر عن أبيه عن رقبة وقالوا جميعا عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع كفرا زاد أبو الربيع في حديثه ولو أدرك لأرهاق أبويه طبيانا وكفرا حثنا سريج بن يونس وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا سلم بن قوتيبة حدثنا عبد الجبار بن عباس الهمدني عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن أبن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله صاحب موسى عليه السلام طبيع يوم طبع كفرا حانا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو داود عمر بن سعد عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حمزة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا حثنا أبو عبد الله العنبري حدثنا أمية بن خالد حدثنا أبو الجارية العبدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قد بلغت من لدني عذرا يثقلها حثنا عبد الله حدثنا حجاج بن يوسف الشاعر قال حدثني وهب بن جرير أنا سألته حدثنا أبي قال سمعت أيوب يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب أن جبريل لما ركض زمزم بعقبه جعلت أم إسماعيل تجمع البطحاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله هاجر أم إسماعيل لو تركتها لا كانت ماء معينا حثنا يحيى بن آدم حدثنا حمزة بن حبيب أزياتو عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بدأ بنفسه فذكر ذات يومين موسى فقال رحمة الله علينا وعلى موسى كان صبر لقص الله تعالى علينا من خبره ولكن قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا حدثنا حجاج وأبو قطأ عمرو بن الهيثم قال حدثنا حمزة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه حدثنا حدثنا محمد بن أبان الجعفي عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في قوله تبارك وتعالى وذكرهم بأيام الله قال بني عم الله تبارك وتعالى حدثنا أبو عبد الله العنبري حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا محمد بن أبانا عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي نحوه ولم يرفعه حثني محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال قيس حدثنا عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر الأنبياء أبدأ بنفسه فقال رحمة الله علينا وعلى هود وعلى صالح حثنا محمد بن عباد المكي حدثنا عبد الله بن ميموء القداح حدثنا جعفر بن محمد الصادق عن ابن شيهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال ماراني رجل من بني فزارة في الرجل الذي اتبعه موسى عليه السلام فقلت هو الخضر عليه السلام وقال الفزاري هو رجل آخر فمر بنا أبي بن كعب قال ابن عباس فداعوته فسألته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الذي تبعه موسى عليه السلام قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى جالس في ملأ من بني إسرائيل فقال له رجل هل أحد أعلم بالله تبارك وتعالى منك قال ما أرف أوحى الله إليه بل عبدي الخضر فسأل السبيل إليه فجعل الله تبارك وتعالى له الحوت آية آية إن أفتقده وكان من شأنه ما قص الله تبارك وتعالى